بأناميلها هاته وبإمكانيات بسيطة جدا تتمثل أساسا في الحلفاء تتفنن عائشة في صناعة مختلف المنتوجات حرفة عشقتها مذ كانت طفلة فكرست لها وقتها وصبرت على مشاقها هذه الحرفة نورتها على الأم انتاعي يعني هذه أبا عن جد يعني من يكنت صغيرة نمد لهم الدوم نجيب الحلفاء نجيب هذه يعني بشوي بشوي نخدم عمسة صغيرة بشوي احتومينها شديد وليت أنا نخدم وليت يعني عندي دروك ورشة درت لي فورماسيو علاش ذك أنا كان عنوان نتاعي يعني بين الأصالة والمعاصرة يعني طعب لا لي كان بكري غير السجادة هذي كذلك زيد طعب لا زيد يعني ما محتم عن من ويزيد ذكو اللينا كم يقولوا أنكو طاكت دمجنا العملين واحد يخدم اللوح ذك الكادر وأنا نخدم بالدوم نتاعي نزيد نديكوري ولأن هذه الحرفة تمشي في عروق عائشة تحدد كل الصعاب والعقبات لا لشيء فقط لتحافظ على هذا الموروث الثقافية وتجعله مصدر رزق لأكبر عدد من العائلات وحد الوقت كانوا في الخمسة وثلاثين من بعد زادة كل مرة نصيب واحدة محتاجة في دارهم قاعدة مكشلي يسمع بيها نعطي لها تخدم ونسبق لي وليها وقعرنا مستفادين الهدف أن هذا المشعلي شديته على وديا يعاودون يسواحد أخرين يشدوه من ورايا أنا أستاذ وراني نتعلم في هذه المهنة التقليدية هذه الصناعة التقليدية إذا ما حافظناش عليها راح تختفي هوية الجزائر مجهودة هذه السيدة وحرصها الكبير للتعريف بحرفتها وحمايتها من الاندثار يعد أمرا إيجابيا نتائجه ستعود بالفائدة على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني ككل شكرا